مهرجان ببقاييس عالمية بشهادة ضيوف عاصمة الأوراس باتنا وفي أجواء بهيجة انطلقت المنافسة في يومها الثاني مع عروض الأفلام القصيرة بمتحف سينما باتنا في أجواء تنفسية إنها المرة الأولى التي أزور فيها الجزائر فريق المهرجان وكل الحاضرين وكذا الاستقبال كان رائعا التنظيم ممتاز في قصة حب نكتب لها ألم كبير فيها كثير مشاعر عنوانه بلا السكر لأن الحياة مرة وقت اللي منعيشها بلا السكر سلسلة من الجوالات السياحية إلى المواقع الأثرية والسياحية بالولاية نظمتها محافظة المهرجان لضيوفها على غرار المدينة الأثرية مجاد التي تعتبر من أقدم المدن الرومانية في شمال إفريقيا وسط أجواء مميزة تجمع بين الفنانين مقايسة عالمية نقولك بسيط بالعكس فخم جد فخم وهذا يطلب مساعدة مادية ومعنوية كبيرة نتمنى إن شاء الله من الدولة تدعم مع هذه الفيسيفار وتكون فيها استمرارية هذا اللقاء بين الفنانين والناس والالتحام هذا اللي بيصير كتير جميل وكتير الناس بتحبه يعني الناس بتحبه والفنان بيحبه فأنا بحب المهرجانات إعادة بعث روح جديدة للصناعة السينمائية في الجزائر والترويج للسياحة بالفن السابع الهدف لاسمى للمهرجان من أجل التعريف بما تملكه باتنا العريقة من أماكن سياحية نادرة ترجمة نانسي قنقر